السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا شباب اخباركو ايه? اه النهاردة انا ما عنديش حاجة مهمة طالع اقولها. النهاردة طالع احتفل معاكو بعيد ميلادي. اول عيد ميلادي عد علي وانا خارج مصر بعيدة عن اهلي بعيدة عن اصحابي بعيدة عن شغلي بعيدة عن الناس كلها. كان نفسه طبعا اكون بقض عيد الميلاد ده في مصر. علشان احتفل به مع يعني الناس القريبة مني. اه فعلا عمري ما احتفلت بعيد ميلادي دايما بيبقى بعض المفاجآت وبعض الاحتفالات الصغيرة كده ما بيتقالش عيد ميلاد بالمعنى يعني. بس برضو بنبقى وسط اهلنا وسط اصحابنا الموضوع ده اكيد بيفرق معنا جمد. لكن اول مرة فعلا اكون برا بعيدة عن اهلي وبعيدة عن كل الناس. اه بس هي الحمد لله رب العالمين طبعا الشغل وظروفها اللي بتاعكم. انا طالع اتكلم في الفيديو ده لان فعلا ناس كتيرة جدا بعتتلي رسائل. نازلوا لي بستات. انا كنت عايز ارد على كل واحد. بس كنت طول اليوم والله في الشغل ما كنتش عارف خالص ارد على حد. فعملت الفيديو ده علشان ان انا اقول للناس كلها شكرا الف الف شكرا لكل واحد يعني اخد من وقت ودقيقة واقل من دقيقة وافتكرني بها. انتو كلكو على دماغي من فوق. وانا بجد يعني فخور. ان انا اعرفكم وفخور ان انتو اصدقائي وموكليني وكل حاجة. ربنا يا رب دايما يخليكم لي ودايما كده في ظهري. انا دايما ببقى قوي بكم. وان شاء الله السنة الجاية نكون عندنا حاجات جديدة اتحققت. واهدف جديدة اتحققت. وكله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا دايما بقول ان انا ما عملتش اي حاجة في حياتي لحد دلوقتي. انا بشتغل وباجتهد وبتعب فقط لغير. وبعد كده التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. الفكرة ان انا عايز كل سنة في حياتي او كل عيد ميلاد في حياتي اكون وصلت لحاجة جديدة. مش عايز دايما نفضل محلك سر. علشان كده بتمنى من الله ان السنة الجاية في حياتي اتمنى اكون وصلت الهدف جديد لمشروع جديد. سواء نجح او فشل. بس المهم ان انا مكنش لسه واقف في مكاني. اكون بتطور. بدخل مجالات جديدة. مشاريع جديدة. حاجات جديدة كلها. ده المهم عندي. فكرة ان انت بتتحرك. فكرة ان انت موجود. فكرة ان انت ليك كيان. اتمنى من الله دايما ان الكيان ده يكبر. وما فيش اي حاجة تهزه. انا ما احتفلتش والله بعيد ميلادي لان اليوم كله كان شغل. كان مجرد فقط يعني ان زمائلي او شركائي احتفلوا بياها احتفال صغير كده في الشركة. لكن في الاول وفي الاخر طبعا الاحتفال ما بيقاش احتفال غير وسط الاهل والاصحاب. فهعتبر نفسي ما احتفلتش با اي حاجة. الفكرة ان الاحتفال بالنسبالي هو معايدت كلية او كلمة كل سنة ونتطيب اللي وصلتني منكم. بالف االف شكر. ويا رب دايما كده دايما تفضلك كده في ظهري ودايما افضل اوي بيكم. واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.